اهلا بكم الى موجز لاهم الانباء يعقد وزراء خارجية دول مجموعة السبع اليوم الخميس محادثات عبر الفيديو لبحث تطورات الاوضاع حول اوكرانيا وزارة الخارجية اليابانية التي اعلنت ذلك اكدت مشاركتها في الاجتماع قالت انه من المقرر ان تخصص المحادثات لتبادل وجهات النظر حول المزيد من الاجراءات وتعزيز التعاون داخل المجموعة اعلن رئيس الامريكي جو بايدن امسي عن مساعدات جديدة عسكرية لاوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار ليصل بذلك اجمالي المساعدات الامنية التي التزمت بها الولايات المتحدة الى اوكرانيا الى مليار دولار امريكي مؤكدا على دعم الولايات المتحدة لحليفتها اوكرانيا وتتمثل المساعدات في صواريخ مضادة لطائرات وانظمة اخرى مضادة للمدرعات وقادفات وقنابل واسلحة ورشاشات وضخيرة ودروع واقية وخذات طلبت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبانيا وفرنسا والنرويج وارلندا عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن الدولي حول اوكرانيا عصر اليوم الخميس على خلفية تدهور الاوضاع الانسانية في البلاد وفق ما افادت الاربعاء مصادر ديبلوماسية يأتي ذلك قبل اجتماع المقرر غدا الجمعاء للتصويت على مشروع قرار قدمته روسيا بشأن الوضع الانساني في اوكرانيا يتضمن مطالبة مجلس الامن بادانة الهجمات على المدنيين والدعوة الى وقف اطلاق النار عن طريق التفاوض يلتقي اليوم ووزير الخارجي التركي شاوزشو اوغلو نظيره الاوكراني ديمتري كوليبة في مدينة لفيف غرب اوكرانيا لبحث الازمة هناك وكان اوغلو قد التقى امسي بنظيره الروسي سيرغلافروف في موسكو وقال وزير الخارجي التركي خلال اللقاء بان هناك ثقة بين تركيا وروسيا لهذا هم متواجدون هناك لمواصلة دور الوسيط والميسر بحسب تعبيره اكد وزير خارجية سلوفينيا انزي لغار ان الجزائر شريك مهم لبلاده في العديد من المجالات مبرزا ارادة البلدين القوية للتعاون اكثر مستقبلا وفي تصريح له عقب استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال لغار بان الطرفين سيعملان اكثر وبفعالية وسرعة لتعزيز الشراكة في مجال الخدمات والذكاء الاصطناعي والموالد المائية بالاضافة الى قطاع السياحة انا سعيد جدا بتواجد هنا للحديث عن العلاقات بين الجزائر وسلوفينيا تطرقنا الى عديد المواضيع ومنها الوضع في اوكرانيا وكذا العلاقات الثنائية بين بلدين والتي نسعى الى توطيدها اكثر من خلال التوقيع على اتفاقية في التعاون الاقتصادي تباحثنا كذلك في عديد المجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها مستقبلا خاصة في قطاع الطاقة وهذا من اجل البحث عن شراكات جديدة مع الجزائر في مجال انتاج الغاز والبترول اللقاء كان مثمرا وهناك ارادة قوية من الطرفين من اجل التعاون اكثر مستقبلا خاصة في مجال التبادل التجاري البحري تمكن متطوعون من الولايات المتحدة من الوصول الى منزل اهل خي المحاصر ببجدور في الاراضي الصحراوية المحتلة لحمايتهم من انتهاكات حقوق الانسان وكسر حصار المنزل الذي استمر قرابة خمسة مائة يوم من طرف القوات المغربية واثار بيان صادر عن المجموعة الى وصول عدد من المتطوعين الدوليين لحماية المدنيين غير المسلحين الى منزل عائلة خي حيث تم حبس الاخوات خي قسرا في منزلهن منذ نوفمبر 2020 فيما تعرضت الاسرة لاشكال عديدة من الانتهاكات توجه مساء امسي الاربعاء وفد من الخبراء الموريطانيين الى العاصمة المالية باماكو في اطار البعثة المشتركة الموريطانية المالية المكلفة بالتحقيق في احداث مقتل سبعة موريطانيين في يناير الماضي واختفاء اكثر من واحد وثلاثين موريطانيا مطلع مارس الجاري مع حوادث اخرى متفرقة واتهم الجيش المالي بالوقوف خلفها وذكرت الوكالة الموريطانية للانباء الرسمية ان خبراء البلدين سيباشرون مهامهم في مكان الحادث طبقا لما تقرر في لقاء الوفدين على المستوى في مارس الجاري بن واقشط ختم الموجز القاكم على رأس الساعة الى اللقاء اشتركوا في القناة